ديمقراطية العراق المبشر بها منذ عام 2003 كانت مجرد سراب لوح به الغزو والساسة الجدد إلى أن تبدت حقيقة الجفاف السياسي في مؤسسات قاحلة أضمأت الشعب وألقت عليه نوائب الفساد صحيفة الإيكونوميست البريطانية تؤكد هذه الحقيقة وتستقبل عهد عادل عبد المهدي بنظرة تشاؤمية لما هو قادم على العراق حيث تقول الصحيفة إن الديمقراطية فشلت في العراق والحكومات المتعاقبة بعد الغزو أثبتت أنها فاسدة ومختلة ولا تمتلك كفاءة قيادة الدولة فبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الانتخابات المشؤومة كما تصفها الإيكونوميست يعود نظام المحاصصة في أوضح صوره ويرجع الصراع المأحود بين الأحزاب الشيئية الكبيرة حول المناصب غير أن العقلية السياسية الحاكمة في العراق تحتم على بقاء المناصب السيادية تحت سلطة كتل بعينها وما عبد المهدي إلا فشل آخر ووجه جديد لتكرار سيناريوهات الحكم السابقة موقع بلومبيرغ الأمريكي يوافق ما ذهبت إليه الإيكونوميست ويؤكد على وهمية وعود عبد المهدي في الإصلاح حيث تخلو حكومته من أي وزير تكنقراط بل شغلت جميع الحقائب حتى الآن بوزراء فرضتهم أحزاب وكتل تسيطر على مركز صنع القرار في عمق التجربة السياسية كما أن عدم قابلية الإصلاح المنشود كما يرى موقع بلومبيرغ لا تتوقف فقط على الوزراء الجدد المختارين لاعتبارات عائلية وكثير منهم متورط بقضايا فساد بل تحتاج إلى رأس حكومة قام بإنجازات في تاريخه السياسي وذلك ما يفتقده عبد المهدي وشاهد به على نفسه عندما رد على تداول اسمه بعد الانتخابات البرلمانية بالرفض والامتناع لعدم امتلاكه الشروط التي تؤهله لمنصب رئاسة الحكومة ثم أين إصلاحاته عندما كان وزيرا للنفط وأين هو من المثل القائل فاقد الشيء لا يعطيه